بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله انا اعمل هذا الفيديو عشان اتكلم عن منحة NTL وهي منحة الكورسات المجانية طبعا انا بحكم اشتراكي في مجموعة من الجروبات على فيسبوك وغيره وخصوص البرمجة او البرمجة بل ان الناس كثيرة بتسأل عن ان هي عايزة تاخد كورسات مجانية او او ياخد كورسات في الكريل بتاعه وساعات كثيرة الكورسات دي بتبقى غالية جدا وفلوس وما فيش يعني امكانية ان هو يقدر ياخدها بيقفى على الفلوس دي يعني انها بيقفى على ضخمة خاصة بالنسبة ان احنا كمصريين يعني طبعا اه المبادرة دي دي مبادرة الكورسات المجانية اسمها نيكس تكنولوجي ليدرز تمام اه المبادرة دي اساسا متقدمة من وزارة الاتصالات تمام اه مجموعة من الشركات اللي بتسابورت معها تمام اه وزارة الاتصالات هي اللي مقدمة الملحة اه ايه هي الملحة دي عبارة عن ايه ايه وساعة الناس بس ما تلغبطش بينهم في نتال داخلها مع ايه ايه انت الى ايه لما مركز القومة للصلاة ان هم بقدموا منحة بس منحة بدون تفرغ منحة دراسية زي الاتي ايه بتروح تدرس مدة ثلاث شهور او ست شهور وتاخد برضو شهادة وكريات لكن هذه ميزتها هي؟ من حقيقة ميزتها أنها تقدم لك مجموعة من الكورسات مجانة يعني هم يدفعوا لك التمويل الكورس كله مجانة تمام؟ المجموات الكورسات هذه على ثلاث مواقع على موقع اسمه EDX وموقع اسمه Coursera وموقع اسمه Udesty تمام؟ هم أولاً يدفعوا لك ثمن الكورس كامل نمرة اثنين بعد ما بتتخرج بتاخد الف جنيه مكافئ التخرج نمرة ثلاثة بتقدر تشترك في معارض التوظيف اللي بيعملوها اللي بتعديم لها المبادرة بصرفتك يعني حائز على الشهادات المعتمدة وبتاخد شهادة معتمدة برضو من وزارة الاتصالات بان انت اتميت الكورس دول طبعاً الثلاث جهات او الثلاث مواقع اللي فيد بالكورسات دي موقع طبعاً مشهورة غنيعة عن التعريف طبعاً انا اساساً دخلت نتيال لخدت الديو ديستي ماشين ليرنج لانو ديجري عشان كده هركز عليها مثلاً في الشرح وهقول للناس اللي عاجزة الشغل في الماشين ليرنج كيف تستفيد اكبر فايدة منها؟ بس طبعاً بعد ما اشرح كل الحاجات التانية الكلام عام يعني هشرح كلام عام اصلاً وبعد كده هركز على موضوع الماشين ليرنج لانو ديجري تمام؟ طيب اول حاجة ايه هي الشروط بتاعت المنحة؟ شروط المنحة طبعاً انت لو عايز تخشها هتجي تخش من هنا هتلاقي الاختيار دوا هو ده اللي في الشروط بتاعت المنحة طبعاً الشروط هي مشروحة بالعربي لو انت طالب في سنة التخرج او السنة اللي قبلها يعني لو انت مثلاً في كلية هندسة يبقى في سنة رقم خمسة او رقم اربعة لو انت في كلية حاسبات ومعلومات مثلاً يبقى في سنة ربعة او تالتة وهكذا يبقى انت في السنة تخرج طاعتك او السنة اللي قبلها او فضلك سنة يعني وتخرج لو انت خريج خريج من السنة ما بتشتغلش وسنة ما قبل الفين وستة لحد سنة الفين وستة تمام؟ يعني خرجين لحد سنة اه الفين وستة وما بعدها ولازم يكون المؤهل العالي لو او 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 نتخرج باقيه بمؤهل عالي. المؤهل لازم تكون التأهيل اه بتاعك في مجال التكنولوجيا المعلومات. في بعض الحاجات المجالات اللي هي غير مجال التكنولوجيا المعلومات او الالكترونيات. عن برضو ان يعني نلقي نظر عليه. اه لو انت عندك صاحب خبرة مهانية خمس سنين في مجال التكنولوجيا معهنة. يعني ممكن تكون انت مش خريج تكنولوجيا معهنة. بس انت غيرت الكرير بتاعك فاشتغلت في المجال ده لمدة خمس سنين تقدر طبعا تجيب أبروف ان انت عملت الكلام دوا وتقدمه وفيه طبعا زي ما قلتنا كده بعض المسارات التدريبية التي تطلب هذا الشرط شروط خاصة لو انت فيه طبعا اه سيتكمل بقية في حالة ان انت رائد عمالي رائد عمالي يعني انت مأسس شركة صاحب شركة ستارت اوب لسه جديدة وعايز تأهل نفسك مثلا في مجال معاملين بتاع الشركة بتاعتك عشان خاطر تطور من نفسك او انت موظف في شركة شغالة في تكنولوجيا المعلومات تمام او انت باحث او مدرس في جامعة من الجامعات او المعاهد ودراسة بتاعتك لها علاقة بالموضوع اله تمام طيب اه في بعض الشروط الخاصة اللي هو في حالة انت رائد عمالي ان انت صاحب شركة اه لازم تكون الشركة دي في مجال شغالة في مجال التكنولوجيا المعلومات او الاتصالات او الالترونية لو انت في موظف يبقى برضو لازم تكون الموظف في شركة فيها شغالة برضو في مجالات تكنولوجيا معلومات في حالة انت باحث او مدرس لازم يكون برضو الجهة البحثية بتاعتك او الجامعة او معك بتاعك يعني شغالين برضو في مجال تكنولوجيا معلومات او الصلاة او الالتغانيات الانتزامات طبعا انت لازم بتلتزم باداء انهاء المسار التديب اللي انت هتاخده خلال ست شهور في الاغلب اللي هو غالبا المدد هتالمسار حسب طبعا المسار بتاعك لو هو اقل من كده بس هو اغلب المسارات بتكون ست شهور لو انت اه ما تمتش انت بتكون كاتب اقرار ان انت هتدفع تعمل الكورس ده ان انت مخلصتوش في المدة ديا او مخلصوش خالص الالتزام بالتواصل مستمر طبعا ما ببعتولك فورا بتبعتها لهم كل اسبوع بتوصل لهم انت وصلت الفين الالتزام بحضور مجموعات دراسية تمام طيب اه برضو عشان سواء الموضوع المجموعات الدراسية دوة المفروض انت تحضر Lead-to-R بس يعني عن ايا انت طبقا شوفتو فعليا ان انت ممكن مثلا بالتنسيق مع الهو هو mentorydd الي هو اللي بيوتير المجموعات دراسية وغالبا IlZ بالتنسيق معا ان انت تقدر تستأذن الممكن تريح تحضر الفترة المناسبة ليك انت غزم تحضر studying group كله مجموعات دراسية كلها لا لا ممكن ت ingl Federal أو ساعتين يعني المهم ان انت تروح تسجل حضورك يعني. برضو الاستادة كروب عشان تبقى عارف هي بتبقى مرتين في الشهر. ويبتبقى غالبا من بعد الساعة 4 عشان لو في حد بيشتغل او حاجة وعنده مشكلة في النقطة تمام. المزايا زي ما قلت انا تمويل 100% من تكلفة الكورس شهادة التأدير بتجيلك من وزارة الاتصالات المبادرة. فيه مسابة الإبداع وتمايز دي للناس اللي هم رواد الأعمال. وقالفك مكافأة تحفيزية للطالب والخريج وراءة دي الاعمال. وحضور معارض التوظيف. يعمل له طبعا معارض توظيف. وبيجيبوا فيها الخرجين. والشركات طبعا يعني بيعرضوها عليهم. تمام? طيب. تعال نشوف لو انت آآ عايز تقرف بقى ايه التراكات المتاحة وايه الكورسات المتاحة. طبعا انت عايز توصلها هتلاقي من تحت هنا. طبعا هحط انا لينكات كتيرة جدا تحت الفيديو في ديسكريبشن. هتلاقي اللينكات. طبعا هنا هتدوس هنا. هتلاقي اللي انت كل الكورسات. هتخش لكل الكورسات. تمام? هتلاقي دي رفسك دخلت هنا. طيب. هنشوف هتلاقي طبعا ده بقى الاجيل. الاجيل. اندرويد. اه. اه. تمام? اه. طبعا كل تراكات كلها اه. يعني متاحة هنا. اللي انت عايزه. طبعا اللي عايزة اقوله الاتراكات بتتغير كل فترة. الساعات بتزيد. ساعات بتقل. في حاجات بتزيد. في حاجات بتقيم موقفة موقفة. يعني مثلا هنا بتبصيص هتلاقي مثلا. السيلف درايفنج نانو ديجري دي هتلاقي مكتوب تحت يعني الكراسي محدودة والاعداد محدودة. بالوقتي مقفولة. يعني هما خاليا المالوا الاعداد المتاح ان هو يقدمه فيها. اتلاقي نفس الكلام في الروبوتيكس نانو ديجري مسلا. يعني في ساعات كورسات بتقفل موقعا في ساعات كورسات بتقفل خالص تختفي. فيه كورسات بتفتح تاني. طبعا انا عايز اقول لك انت عشان تستفيد من الدورة دي عقصة او منحة دي قدر الامكان. فانت افضل حاجة ان انت تقدم في مين فيو ديستي. ليه? اه. كورسارة بتدي الكورسات. ممكن ان انت داخد الكورسات بتاعت اي خاصة اخديكها كامل نتاغذة مجانا. بس بتقدم فيها كورس 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 بتقدم فيه الواحده. وبتقدم الكورسات دي واحد بواحد وبتاخده بمجانا من غير ما تدفع اي avatar طيب حال بالنسبة لل ايدي اكس طبعا برضو يعني بيدي حتى تسعين في المية من الاط Forlessøs. الكورس w Authent centuries code 10-100% كورس ب Hubble 8 كورس بس ببقا صعب شوية فممكن برضو نتقدم عليها هنا لو انت شايفين ان انت مش تقدر تعمل كده بالنسبة بقى اليو ديستي هي لما بتقدمش اي حاجة مجانا خالص في اليو ديستي طبعا هي اكتر كورساتهم كمان غالية جدا يعني احنا لو بصينا مثلا هتلاقي الكورس بتاع الكورس بتاع كورسيرا ده مثلا بيك داتا سبيشاليزيشن دي هتلاقي تمنها كانت 49 دولار برمانث يعني 50 دولار او 50 دولار في الشهر في 6 شهور لو انت هتاخدها في 6 شهور في مدة المقررة هتلاقيها تمنها كم؟ هتلاقي تمنها 300 دولار وانت اصلا ممكن تاخدها في مدة اقل من كده ده لو انت بتدفع فلوس يعني ممكن تاخدها في مدة اقل من كده فممكن تاخدها مثلا في شهرين يبقى انت دفعت 100 دولار في تمام الكورس طبعا نبص بقى مثلا على اليو ديستي مثلا artificial intelligence nano degree هتلاقي ايه هتلاقي ان تمنها 800 دولار يعني 6 شهور على بعض كده 800 دولار في حاجة تماما اغلى من كده طبعا يبقى اكتر فايدة عشان انت تستفيد اكتر فايدة يبقى انت تستفيد بمين؟ وتستفيد ب الكورسات بتاعة يدستي اللي هي اغلى حاجة انا هتكلم عن machine learning وما ان الكورس ده انا وفيديو ده انا عمله كمقدمة لموضوع machine learning فانا هنزل سلسلة السلسلة دي هشرح فيها ازاي تقدر توصل بتاع machine learning وتستفيد وتستفيد كيانك درستها بالزبط وتحل البروجيكتس اللي عليها كيانك هيبقى بس كل فرق انت ماخدش الشهادة وانا عليها تبقى انت تقدر تقدم في حاجة ادفانسد بعد ما تتخلص machine learning degree ممكن تقدم في حاجة ادفانسد اكتر شوية من machine learning degree ممكن تاخد مثلا deep learning degree اللي هي اغلى شوف الدولار بمية تسعة وتسعين دولار برمانس يعني امتين دولار في الشهر يعني في الست شهور هتبقى حوالي الف ومتين دولار يعني ضعف ثمن machine learning degree اه ممكن تقدم مثلا في الروبوتيكس لو انت interested للروبوتيكس اهي الروبوتيكس برضو الف ومتين دولار كلها على بعضها لو انت interested في برضو اغلى تمانمائة امانها تمانمائة دولار في حين ان machine learning learning ممكن تجري هي ارخصهم سواتمائة دولار وانا بطريقة يعني شرعية مش هديك مادة مسروقة او حاجة لا انا هخليك توصل بطريقة شرعية للتوبيكس اللي بتاعليها والشرح سواء الشرحة او بروجيكس في عائدها هي متاحة مجانا فعليا خلال السلسلة دي تابعها التابعة معي هتلاقييني بنزل فيديوهات خلال فترة ديا اشرح فيها كل حاجة عن machine learning تمام يبقى احنا كده عارفنا لو احنا نريد انتشغالين في machine learning ايه الكورسات المتاحة لنا حاليا ايه الكورسات ايه الكورسات انا احاول اوفرلك الكنتنتم بتاعه مجانا تاخده مجانا وتذكره براحتك وبعد كده تبدأ تقدم في حاجة يعني more advanced لو انت شغال في مجال تاني فده ممكن تسأل بقى زميلك لو اقدروا لو تقدر تتفيد منهم او ان انت تقدم في الكورسات من دول يعني كمان اه طيب اخر خطوة بقى بالنسبة لنا هي خطوة التقديم او الفورم بتاعت التقديم اه انت هتدوس على هنا learning learning هتقوم هيفتح لك الفورم بتاعت التقديم دي طبعا انت تقوم بتاعت التقديم انت اول حاجة هتقوم بقى اه اول حاجة ان انت هتنزل من اللينك ده هتنزل اه صفحة هنا هتفتحها اه اه دي شروط تمام تطلع عليها طبعا لا هنا هتملأ بعد كده البيانات بتاعتك الاسم السؤالي الاسم الاول الثاني التالت الانواء يعني الانواء مستر او انجينير او دكتور اه ان كان الانواء الاميل الفون وهكذا تملى البيانات دي بناس شخصية تمليها بعد كده دي صورة البطاقة بتاعت حضرتك هتتملى صورة البطاقة والش وضاع اه تعمل لهم سكان وتحطها والش وضاع تمام بعد كده جمع التخرج تاريخ التخرج بتاعك طبعا اقل حاجة هنا الفين وستة ها زي ما انت شايف ال اه الكلية الكلية ايه الپارتمنت نيم لو انت الكلية مسلا هي كلية هندسة يبقى مثلا جوة كلية هندسة في تخصصات جواها يبقى تكتب التخصص طيب بعد كده هنا فيه تخصص ايه او MICHAEL آية هنا او لا او لأ لو انت بسيط هتلاقي ايه بيحصل ايه هنا بيحصل تغير لو انت هنا هنا دي جده الحاجات الخاصة للناس بتوع تكنولوجيا المعلومات الموضوع ده بيحصل له محدودية شوية لو انت اخترت ده هتلاقي حصل ايه بقى في حاجات اقل للناس اللي هي مش شغالة في مجال تكنولوجيا معلومات او الالكترونيات او الصلاة وحاجات بقى جرافيك بزنس او هكذا تمام اه فهن لو انت مش تابع المجالات دي ممكن تقدم في حاجات اللي هتبقى متاحة لك هنا تمام احنا قدنا هن يختار مثلا هنا فهتختار هنا ايه مثلا ماشين ليرنج لانو تجري لو انت قدمت فيها او لو انت لسه بقى يبقى تابع معايز سلسلة وشوف خط قرارك بعد كذا كنت مصرر تقدم فيها او ان انت عايز تاخد حاجة مور ادفانسد يعني طيب هنا اللي هو برضو الشروط هتدخلك على الشروط هنا اللي انت محتاج اه ستخش عليها اه بعد كده النوع بقى التقديم بتاعك ازا كنت طالب زي ما قلت لك لازم تكون في سنة التخرج او سنة قبلها لو انت خريج لازم تكون قبلها الفين وستة يعني انت موظف اه اه اللي هو الرواد الاعمال وانت اه يعني بتدرس اه في جامعة لو انت بتدرس او دكتور او معيد او يعني لا زلك. تمام? اه بعد كده هنا دي اللوك دي او دي اللي هو خطاب الضمان بتاعك ده بتنزل هنا من اللينك ده. لو انت اه هنا بتخريج بتقدم او اه اه اي ان كان ستودنت او خريج بتاخد بتتنزل دون بتعمله وتملى هنا البيانات ويه اه يعني تمضيها وتعمل لها بعد المناضيط وترجع هتعمل لها ايه ابلود تاني. تمام? اه هنا تقدير التخرج بتاعك. تمام? لو اه في الشهادة بتاعتك بتقدمها. اه لو عندك اه عندك خمس سنين التخرج لو انت معك شهادة خبرة بخمس سنين بعد التخرج بتقدمها. لو انت اه لو انت قلت يبقى انت المفروض ترفع اه يعني الخطاب اه كده. اه انت المفروض بتعمل اه خطاب بتنزل خطاب اللي هو من ده خاترة جامعة. من اتنين من دكاترة الجامعة بترفعه. اه خطاب توصية يعني من اتنين من دكاترة الجامعة. اه وبترفعه هنا اهو اه اه انت عايز محتاج تتوظف يعني عايز توظف لما طبعا اه براحة تحكياني تشوف ياسورنو مش تفرق. بعد كده هنا في جزء اللي هو لازم يبقى فيه ضامن. اي حد يعني والدك والدتك اه اخوك اي حاجة مش تفرق. المهم يكون حد له بطاقة وبرضو بتملع بياناته وترفع برضو صورة البطاقة بتعملها وترفعها صورة البطاقة والشدار. اه 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 اخر هنا دي دي دا ما كانتش موجودة قبل كده يعني لما اقدمت ما كانتش موجودة اللي هو لو انت عايز حد يعرفك بالمنحة او اه 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 فانت ما محتاج مين هنا يقربك للانتيل طبعا بتختار هنا اه اه لو في حد يقدم لك الجلسة تعرفية ممكن تختار واحدة من دول دول ممكن تسيرش على هم دي شركات بتقدم شرح يعني على الانتيل او الحاجات بتاعتها اله هنا ازاي انت تعرفت على المبادرة تمام ممكن تختار بقى السوشيال ميديا وغيره لو انت اه يعني اه حبيت اه يعني عجبك الفيديو بتاعي وحبيت ان انت تكرمي فانت ممكن تختار ان اه اه اللي هو انا يعني عرفتك على الموضوع داوا فتكتب الكود بتاعي اللي انا هسيبه لك في ديسكريبشن فيديو برضو تحت اه اللي هو الكود بتاع الانترفيو بتاعي هتكتبه هنا عشان دا ممكن يفيدني ان انا اه اقدر اخش المنحة مرة تانية بس دا لو حضرتك اتميت اول اه بروشكت في محايد وايه تمام بعد كده بتعمل كونفيرم وصابنت طبعا بكده انت بتكون اه بعد طيب اه في بعض بقى الاسئلة التانية اللي الناس بتسأل عليها اه اللي هو موضوع او الحاجة طبعا فيه اه الناس بتبقى الانا شوية اه ساعات الموضوع بياخد شهات وقت فده ما ما تقلقش البوضوع اسعاد ممكن ياخد شهرة او شهرين في ان انت محتاج اه وانت محتاج تقدم لها يعني بعد ما بتقدم بتلاقي الموضوع ممكن ياخد منك شهر او شهرين عبر ما بيستجيبه في الرد عليك ليه؟ لان هم طبعا بيحاولوا يجمعوا اعداد قدر المستطاع المفروض ان هي بتتم كل شهر الانترفيو بتاعها بتتم كل شهر فا وطبعا الانترفيو ده بتكون في القرية الزكاية بس عشان الناس بعرفها فالو انت لو واحد خارج مصر طبعا مش هينفع آآ يقدم فيها لازم تكون موجود عشان تحضر الانترفيو آآ فالانترفيو ساعات بيتأخر شوية يعني ممكن مسلا يعني يوم ما يعملوش الشهر ده في جمعه شهرين على بعض وهكذا بس مسلا هتلاقي المنموم مسلا ممكن يكون شهر ممكن يكون حضرتك ما يقدم في اخر الشهر مسلا يكون لسه في انترفيو خالصان فمسلا ايه تلاقي نفسك دخلت في شهر ونصف او شهرين ولما الانترفيو التالي آآ يتم ما تقلقش من ايه من من المدد هما كده كده هيتابعوك وهيردوا عليك سواء بالاجابة او السلب في جميع الحلقات ياadin سواء لما انت دخلت الانترفيو قبل ما تخدش الانترفيو آآ يعني ازا كان اصلا من حقك تكمل ولا لا تخدش انترفيو ولا لا وبعد الانترفيو هم برضو هيبعتوا لك بالرد او يعني اجاب او سجبي يعني ازا كانت توافقت أو ما توافقش عليك وابشرك ان هم قصة يعني اغلب الاعداد بيقبلها انت لو بسط للإحصاءات هتلاقي ان اغلب الاعداد بتتقبل وبسيط هنا لو احبت تخش على هاته هتلاقي ان كان واحد قدم هتلاقي فيه اعداد كبيرة جدا قدمت واغلب الاعداد اتقبلت يعني فوق 95% من اللي بيقدم بيقبل وقليل جدا لم يقبلش معرفش صراحة اي سبب ان هو ما يقبلش بالنسبة بقى الانترفيو الانترفيو بيبقى مفروض يعني في بعض التخصصات طبعا بتكون مفروض ان هو بيكون technical اساسا يعني ففي بعض التخصصات بيكون الموضوع ساعة دقيق شوية لكن اعز اطمنك ان الموضوع اساسا هم الانترفيو والغرض رئيسي منه ان يكون يعني اولا بان هو طبعا يطابق الورق اللي انت قدمته فلازم تاخد معك نسخة من الورق اللي انت قدمتها كلها معك النسخة الاصلية سواء شهد التخرج او كده ومع الصورة طبعا او هم يحتاجوها ساعات بساعات لا طبعا بتروح تمدي على نفس الاقرار بتاع ان انت هتلتزم بالدورة تاني بالاضافة ان هما بيحاولوا يعني يتأكدوا ان انت فاهم ان انت بتعمل ايه ان انت الكورس اللي انت بتقدم في ده ان انت فاهم ان انت بتعمل ايه مش بتقدم في حاجة خارج امكانياتك يعني او انت مانتش فاهم ان انت بتعمل ايه فهتخش ضغيع نفسك ومش تدر تتكمل الكورس فبيسألك شوية اسئلة بسيطة تكنيكال يعني عن الموضوع بس بتكونش يعني متعمقة بتكون بسيطة يعني حاولي الموضوع يحاولي يفهم انت فاهم ولا لأ. اه عايز اكدوا عليك برضو ان هو اهم حاجة عندهم ان انت تتم الكورس ان هو ده الغرض من المبادرة ان هو عايز يعمل اه يعني يحقق اكبر نتيجة من المبادرة ان هو يأهل اكبر عدد من الشباب بالكورسات دي. وطبعا يعني بتاعه هو ان هو ايه ان حضرتك هتخش وهتتم الايه البروجيكت بتاعك او الكورس بتاعك. فلو انت يعني يعني هو اهم حاجة عنده انه انت تقدر توصله ان انت راجل هتقدر تلتزم وهتقدر تخلص الايه الكورس بتاعك في الموعد الايه المحدد لك. تمام? اه طبعا يعني ارجو انت الناس تكون استفادت من الكورس ده والناس تتابع معي بقى السلسلة لو انت بقى هتكمل في المشين ليرنج منو دجري او محتاج تعرف عنها او هتكمل في مجال المشين ليرنج فتابع معي بقيت السلسلة ان شاء الله هتلاقي فيها شرح اه للمشين ليرنج منو دجري وازاي تقدر توصل الى الكنتنت بتاعها مجانا ازاي تقدر تاخدها مجانا اه ارجو ان انتم تكونوا استفادتم من الكورس ولو محتاج ولو جيت اقدم وهتاخد هتلاقي اللينك بتاع المبادرة موجود تحت الفيديو وهتلاقي الكود بتاعي تحت الفيديو وشكرا والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته